حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أذيخاي أدرعي جميع السكان المتواجدين في منطقة النباطية بجنوب لبنان حذرهم الابتعادة عن مباني تم تحديدها وأيضا المباني المحيطة بها وفي تغريدة لأدرعي نشر الخرائط التي حدد فيها الأماكن التي سيستهدفها في النباطية زعيما أنها تحتوي مصالح تابعة لحزب الله وأضاف أن العائلات المتواجدة هناك عليها تركوا المباني فورا والابتعادوا عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر من حيفا ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي إمساء الخير زياد ربما سيكون لدينا الحديث في الكثير من النقاط اليوم بعد كل هذه التطورات سنبدأ أولا من التطورات الميدانية وهذه الإصابة المباشرة التي طالت إحدى الطائرات في مطار بونغوريون هذا صحيح جدا هذا التطور دراماتيكي على ما يبدو بأن صاروخا باليستيا لكن دقيقا نسبيا ليس كالصواريخ التي كان يطلقها حزب الله في السابق في إطار إطلاق 11 صاروخا تقريبا تجاه وسط إسرائيل أحد الصواريخ سقطت داخل مطار تل أبيب شضايا صاروخ أصابت طائرة طبعا شركة العالي الإسرائيلية الشركة الكبرى للطيران نفت أن تكون إحدى طائراتها ولكن قد تكون طائرة لشركة أخرى في كل الأحوال هذا التطور بالنسبة لإسرائيل هو تطور هام جدا ودراماتيكي لأن استهداف المطار وهو موقع استراتيجي بالنسبة لإسرائيل طبعا أكثر من صاروخ سقط في أكثر من مكان في بيت احتيكفا مدن في وسط إسرائيل وأيضا شضايا صواريخ أصابت الكثير من المناطق نتحدث عن عشرة صواريخ باليستية حتى عندما يتم اعتراض الصاروخ الباليستي هو يتشضى إلى قطع كبيرة جدا أكبر من الصواريخ قصيرة المدى كل قطعة وبالتالي يحدث أضرارا كبيرة نسبيا عندما تسقط هذه الشضايا على الأرض ولهذا التقديرات في إسرائيل حاليا بأنه سيكون رد على هذا الموضوع على استهداف مطار تل أبيب ليس واضحا إن كان استهداف مطار بيروت أو شيء من هذا القبيل ولكن هذا التطور يعتبرونه في إسرائيل على الأقل دراماتيكيا طيب زياد تنضم إلينا